اهلا بكم في فيديو جديد على قناة ليستات لحظة هروب الفنانة منها شاء الله بيخرج مصر بعد اخلاق سبيلها مبارح في قضية حيازة مواد مخدرة ورئيس مصلحة الجمارك بيرد عليها وبيفضحها تفاصيل كتير هنعرفها في فيديو النهاردة بس قبل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ماكنتش مشترك وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجي لك لحد عندك تابعنا كلنا على مدار اللويني اللي فاته تفاصيل القبضة على الفنانة منها شلبي في المطار وبعد تفتيشها في الجمارك لقوا معاها كمية كبيرة من المواد المخدرة عبارة عن 12 كيس من مخدر مرجوانا واربع طوابع حشيش واثنين منشط جنسي للسيدات في البداية قالت منها ان الحاجات دي تتبع برعا عادي وانها متعودة انها تستخدمها هي ووالدتها علشان تهدي اعصابهم لكن اثناء التحية معاها في النيابة انقرت منها كل الكلام ده لقيت الحاجات دي مرصوصة وان الحاجات دي ما تعرفش عنها اي حاجة وان شنطيتها تم تفتيشها بعيد عنها وما شافتهمش وما بيفاتشوا الشنطة بتاعتها بعد كده النيابة اخلت سابلة بكفالة قدرها 50 الف جنيه لكن خرج رئيس مصلحة الجمارك وفضح منا شلبي وقال ان كل حاجة موجودة بالصوت والصورة وان لو طلبت النيابة او المحكمة تفريغ الكاميرات هتشوف كل حاجة وان التفتيش كان تحت الكاميرات وكل حاجة بالصوت والصورة ولو لاحظنا هنلاقي الناس اللي كانت بتدقى يمشرين وبيقولوا انها مغلوبة على امرها وان حسام انسان وحش وهو اللي بيتحك عليها هم هم نفس الناس دول بيقولوا استرع على منا وبلاش تفضحوها يا جماعة مفيش حد بيفضح حد الستر ده نعمة من ربنا لكن الانسان اللي بيتمدى في اللي بيعمله رصيده بيخلص من الستر وربنا لازم يعقبه ويكشف سره فيه ناس كتير انبارح كانت بتسأل هي منا طلعت برقة لا يا جماعة منا ما طلعتش برقة ولا حاجة ده خرجت بكفالة والقضية لسه شغالة والمفروض في الاقام اللي جاية تعمل منا تحليل مخدرات لكن طبعا كلنا عارفين انها مش هتعمل للتحليل ده وحتى لو عملته وثبت انها بتشرب مش هيتم اقدانتها علشان معاها موحمين قبار ممكن يشككوا في كل حاجة في اجراءات التفتيش في اجراءات الضط في اي حاجة علشان يطلعوها برقة لكن لو ثبت فعلا انها مدانة وان الحاجات اللي جاباها دي كانت للاتجار او جاباهم لحد مش للتعاطي او للاستخدام الشخصي هتكون العقوبة كبيرة جدا وممكن توصل للاعدام او للسجن 25 سنة علشان كده في الساعات اللي فاتت انتشر خبر ان منا هربت وخرجت بر مصر لكن يا جماعة كلام ده مش حقيقي منا لسه موجودة في مصر وممنوع من الصفر لحد ما القضية دي تخلص في النهاية انا بشكركم جدا لانكم كملتم معايا الفيديو لحد دلوقتي على وعدة بلقاء جديد والحد هنا يكون الفيديو خلص لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وقال لقاء في فيديو جديد وخبر جديد السلام